اشتركوا في القناة وتسأل هل يتكرر معه ما حصل مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإحراج وإخراج والإتيان بالرئيس سليم الحص يومها بعهد رئيس إميلاحود مش بس السيدة إلهم فراحة عم بتعمل هيك مثل تستذكر ما حصل مع الرئيس الشهيد بتشوف في وجه للشبه بقى اليوم لا أيام الوصاية السورية شيء واليوم يعني يختلف الوضع صحيح في سطوي لسلاح حزب الله ووهج السلاح له تأثير لكن لا أعتقد أنه طالما الأكثرية النيابية مع الرئيس سعد الحريري أنه حدا بيقدر يتجاوزه وخاصة بعد التجارب وخاصة بعد التفاهم الآن مع العماد عوني هل العماد عون مثلا يريد أن يكون عهده عهد فوضى وعهد عدم استقرار أم يريد عهده أن ينجح وينجح بذلك الشعب اللبناني ماذا لو أراد عهد فيه غلبة لفريق على آخر يعني اليوم فيه كمان استسر كيس نعوم بقول إيران ربحت على السعودية إذا كان وصول العماد عون عم بتتم النظر لإله وكأنه غلبة فريق على فريق كيف بده ينجح عهده للعماد عون لا أحد ينكر اليوم التمدد الإيراني في المنطقة لكن هذا التمدد يواجه الآن بالحديد والنار سواء في اليمن أو في سوريا ولبنان يمانع ويقاوم هذا التمدد والسيطرة وأفضل طريقة لصد هذا العدوان الإيراني هو انتخاب رئيس ووجود سلطة والشعب اللبناني واعي ولن يقبل باحتلال أو وصاية إيرانية بعد أن خرجت الوصاية السورية والاحتلال السوري خلال الفترة الماضية الأمر الآخر في السلطة في لبنان لا أحد يستطيع أن يضرب التوازن الوطني أو يتجاوز الأمور كما كان يحصل أيام السوريين يعني الآن الجنرال عون شو اللي جابه رئيس جمهورية لأنه أكبر كتلة مسيحية لأنه الكتلة الثانية الممثلة بالقوات اللبنانية دعمت الجنرال عون لأنه الرأي العام المسيحي والبطرق والقيادات الدينية المسيحية تريد ملء الشغور الرئاسي وعدم وجود الشغور وعلى المستوى الوطني والسني من يتجاوز الرأي العام والأكثرية السنية السياسية وإذا كان الرئيس الحريري معه الاكثرية السياسية والنيابية من سيتجاوزه بأي حق؟ ما حصلت قبل؟ حصلت بوقت سبعة أيار أسقطت حكومته من بعد كل هالضمانات والتعهدات صحيح صحيح سنتان ونصف والباقي كان في الحكومة الماضية إذن نحن أمام صحيح استهدافات ولكن الفريق الآخر أيضا محتاج إلى تعاون معنا بدليل أن هذه الحكومة حكومة الرئيس تمام سلام كان حزب الله قبل تشكيله يمكن بشهرين يقول نأخذ السلس الضامن وهذه فرصة لكم وإلا تذهب بعد ذلك أصبح متمسكا وحريصا بحكومة الوحدي الآن نسمع كلام أنه تضحي كبيرة من حزب الله أن يقبل برئيس سعد الحريري رئيس للحكومة لا التضحي الأكبر مننا كلبنانيين أن نقبل بهذا الحزب في حكومة أنا أدعو إلى تشكيل حكومة تكنقراط وخدمي للبنان لأنه مصالح لبنان ونظرة للبنان في الخارج وكل الدول تتمنى أن لا يكون حزب الله في الحكومة إلا المحور الإيراني لذلك هم يناورون الآن ويرفعون السقف ليكون سعرهم غاري أما حقيقة الأمر هم المحتاجون إلى أن يكونوا معنا وأن يكونوا في حكومة مع الرئيس سعد الحريري طالما أن الوكال السياسي والشعبي من خلال النواب هذا إذا كان البلد همهم أستاذ خالد إذا همهم أكبر من هذا البلد لا يعنيهم أي شيء من أراد أن يخرب من أراد أن يفجر من أراد أن يقتل من أراد أن يغتال هل كان حريصا على البلد علينا أن نقاوم كل أشكال الضغط علينا ومحاولات سلب إرادتنا وضرب حريتنا وكرامتنا وبلدنا ومستقبل أجيالنا نحن نناضل من أجل هذا البلد فعلى القوى الخيرة أن تتماسك وأنا أعتقد أنه التيارات الحر تيار شارك في 14 أزار وكانت له مواقف وتضحيات أيام المخابرات السورية والاحتلال السوري هل سيبيع كل شيء؟ ما بيعون قبل من بعد ما رجع من باريز بعد ما رجع من باريز في أخطاء وقعت عندما تم الحلف الرباعي نعم وأنا هون بدي وأعتبر أن أول مرة نخرج من وصاية الحلف الرباعي من خلال الخطوة اللي أخذ الرئيس سعد الحريري في الماضي كانت دائما الرئيس بري والوزير جنبلاط هما من يقوداء المسيرة اليوم اختلف الموضوع لذلك في البعض ممتعد من هذا الموضوع وأنا أثني على هذه الخطوة اللي تريد أن نأخذ زمام المبادرة وأن لا نعتبر أن هناك وصاية علينا ولإرضاء هذا الفريق أو ذلك القرار الجريء والقرار الصح يجب أن يؤخذ وأن نقف عنده والمرحلة القادمة نعم التضحية الكبرى هي أن نقبل بحزب الله أن يكون في الحكومة وليس أن يكون الرئيس سعد الحريري اللي عنده الأكثرية ليكون رئيس حكومة ماذا لو أراد الثناء الشيعي الثلث المعطل؟ اليوم سيمون بفاضل بالديار بيقول يبدو حزب الله متمسك بدرورة وجود الثلث المعطل لأن البلاد ستكون أمام جملة استحاقات غير الخيارات السياسية عندك ملفات لا تقل أهمية الكهرباء الهاتف النفط ماذا لو كان مطلب الثناء الشيعي الثلث المعطل؟ بعتقد أن تشكيل الحكومات هو وفق أصول وفق عادات سابقة وبعتقد العماد ميشيل عون قال أمين عام حزب الله أنه بدنا نسهل تشكيل الحكومة كالمعتاد يعني مش يعاق التشكيل الحكومات في أول عهده يعني هو العماد ميشيل عون حريص على أن تكون هناك حكومات فاعلة تعالج المشاكل بالتعاون مع رئيس الحكومة وإلا يصبح أنه هل هو جاء رئيس للجمهورية ليعطل أو ليساير المعطلين أم أنه سيحافظ على الدستور وعلى الأصول الدستورية وعلى موقع رئيس الجمهورية وأمان اللبنانيين لا ننكر أن المشروع الإيراني والنظام السوري يريد الاستفادة والهيمنة على لبنان بعده النظام السوري بإله كلمة بالبنان طبعا ما قام النظام السوري بحركة بالعكس ضغط لإقناع يعني من حزب الله ورئيس بري وغيرهم بانتخاب الوزير الفرنجي طالب على الأد قريب منه أعتقد إصرار العماد ميشيل عون أولا لقلب المعادلة موقف دكتور جعجع اللي بعد انتظار السنة من قبل الرئيس الحريري وكتلة المستقبل بشأن الوزير الفرنجي كان هذا السبب في قلب الموازين واتجاه الأمر إلى العماد ميشيل عون ما كانوا يتوقعونهم أن الرئيس الحريري يذهب إلى يذهب إلى ترشيح العماد عون أو الدكتور جعجع يذهب إلى ترشيح العماد عون لذلك أنا بيعتبر مش مثل ما عم يروجوا البعض أنه حزب الله ربحان لا هم هم يعني أصابتهم الصدمة من ترشيح الدكتور جعجع وترشيح الرئيس سعد الحريري للعماد ميشيل عون لأنهم يعرفون تماما أن من يمثل أكثرية أكبر كتلة مسيحية لن يقبل إلا بالسيادي لبناني وسيسعى قدر المستطاع لذلك كما يفعل المستقبل يعني القدرة عند العونيين أو عند الطيارة الحر مثل القدرة عند الطيارة المستقبل يعني فيه أمر واقع وفيه ربط نزاع يبقى بشأن سلاح حزب الله بشأن الدخول إلى سوريا تدخل في سوريا هذه أمور تعتبر إقليمية يعني قرارها ليس في داخل لبنان لا عند أمين عن حزب الله ولا عند أي فريق لبناني هي جزء من الحرب الإقليمية القائمة في المنطقة بالتالي المستطاع شو راح يكون موقف العماد عون من المقاتلين الحزب بسوريا طالما عم تقول أنه ما راح يقبل غير بالسيادة ألا تنتهك السيادة إذا بقى مقاتلين لبنانيين يعبرون الحدود ويمكن كلام سيد نصر الله إجا رد مسبق أنه نحن ما راح نرجع من سوريا غير من حق الانتصار أنا أعتقد يعني وما عرفته أنه أثناء الحوارات ما بين الرئيس الحريري والعماد عون عبر المفدين أو المتفق من يحاور بين الفريقين أنه منها موضوع تحييد لبنان وابعاده عن التدخل في سوريا أو غيرها كلام بس ولا في أفعال في ألوات هذا اتفاق بين الفريقين هل بإمكانهم أن ينفذوا هذا الأمر أم لا هذا مرتبط بفريق هو يتجاوز الدولة يعني هل يذهب الآن المقاتلين حزب الله إلى سوريا بريض الحكومة اللبنانية أم أنهم يتجاوزون مقرارات الحكومة اللبنانية يتجاوزون الحكومة والدستور والسيادة يعني تبدو الحكومة وكأنهم غطيتهم شو رح يكون موقف رئيس سعد الحريري بالمحاية أنا أعتقد أنه كما الآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم مطلوب طبعا الرئيس الحريري يجب أن يحافظ على السيادي في حكومته وأيضا رئيس الجمهورية وكل القوى السياسية أما الأمر الواقع وهذا السلاح الذي يعني جلب الخراب إلى لبنان ويريد حتى يعني إضعاف لبنان اقتصاديا وأبعاده عن محيطه العربي هذا السلاح يحاول أن يبعد أبناء العروبة الأبناء الخليج والسعودية والكويت وكل الدول العربية من المجيء إلى لبنان والاكتفاء بالحرس السوري وبأسلام النظام السوري إذن نحن أمام محاولات لحماية لبنان وهذا الأمر كمان عند الشعب اللبناني ما فينا ننكر أنه فيه مع الأسف في جمهور مؤيد لهذا السلاح حتى خارج لبنان وبالرغم من كل الخسائر التي يمنى بها هذا الجمهور أكثر من ثلاثة آلاف قتيل عند حزب الله وأكثر من ست سبعة آلاف جريح عدا عن التكاليف شو اللي مخلي هذا الجمهور بقتنع لو ما بيعتبر هذا السلاح يمكن دمانته بالنهاية أو أنه فيه مشكلة بالنفوس يمكن قبل ما تكون بالنصوص وبالتالي يجب معالجة هذا الموضوع قبل الحكة عن السلاح ووظيفة هذا السلاح أعتقد أنه نعم نعم هناك نضال اللبنانيين الداخلي مع أشقائنا العرب الذين نتمنى أن لا يتركوا لبنان وأن يدعم لبنان حتى يصمد في وجه المحاولة الإيرانية للهيمنة نحن في حالة اشتباك في حالة ربط نزاع لغير متفقين على هذه الأمور التي يقوم بها هذا الفريق الذي يعتمد في ترويض الجمهور ترغيبا وترهيبا يعني إذا كان بعض المشيخ بضرواتب من إيران بالمئات من السنة إذا كان هناك شخصيات ومسؤولين ونواب سابقين عندهم مخصصات من إيران هناك محاولة لشراء ذمم كل الناس في لبنان لمن يرغب خدمة للمشروع فهذا المشروع يعتمد ترغيبا وترهيبا وما جرى في لبنان من اغتيالات دليل في الماضي دليل على أن هناك فريقا في لبنان بصراحة والنظام السوري ما خلى وسيلي وما عمل فينا فجر المساجد بطرابلوس فجر ببيروت ده أدخل عبوات ومتفجرات من خلال الرأس الأمني في سوريا علي مملوك وبإشراف بشار الأسد مع الوزير السابق مشان اسماحه هذا الذي يكشف أما غيره ما لم يكشف فهو الكثير من عصابات تأخذ دعمها من النظام السوري بالحديث عن الوضع الأمني هل تخشى من تطور أمني ما يسبق يوم الأثنين ليصبح مبررا تأجيل هذا الكلام يعني متداول في الصحف ووسائل الإعلام على علمك فيه مخاوف أمنية حقيقية نعم والتخوف من هذا الفريق بصراحة قائم لكن سينكشف هذا الفريق أنه يسعى إلى ضرب البلد وتعطيل البلد وأنا سأقول كل الفترة الماضية كان هذا الفريق يريد التمترس خلف الساحة السنية وأنها لا تريد رئيس مسيحي وأنهم يأخذون حقوق المسيحيين ويجريدونهم أهل زمة ليتضح بعد ذلك كذب هذا الفريق من خلال أول ظهور لترشيح العماد عام من إبل الرئيس الحريري ودكتور جعجع لتنكشف أوراق هذا الفريق بمعارضة أنا ما توقعتها بهذه الحدة وبهذا يعني دون مبررات ومسوّغات أنه اتفق العماد عون والرئيس الحريري شوف ماذا في ذلك هل اتفقوا على خارج الدستور أم على أصول الدستور بركي خافوا أنه يرجع الرئيس الحريري يجذب العماد عون إلى 14 أدار أنا أعتقد أنهم هم يخافون أن يكون العماد ميشيل عون رئيسا قويا في لبنان ويخافون أن يكون الرئيس سعد الحريري رئيس حكومة لبنان قويا لأنه يمثل أكبر كتلة في لبنان ويحظى بأكبر إجماع من القيادات السياسية ومن النواب في لبنان لذلك هم يخافون لأنهم أقلية ولأنهم يعملون ضد المصلحة الوطنية ووعي الشعب اللبناني يخيفهم ولذلك يعملون على بث الأكاذيب والاتهام بصراحة التيار المستقبل أو السنة بأنهم لا يريدون الاستقرار في لبنان لتنكشف أمورهم في الفترة الأخيرة وتكبير حجم المعتردين طبيعي وهذا ما يجري الآن عبر إصرار النائب إسلامان فرنجي أنه سيخوض هذه المعركة إلى النهاية دع أنه بيقول معه 65 نائب الألم والورقة مع إسلامان فرنجي نعم لا إذا الأمر غير صحيح باعترافه هو نعم إنما هو يريد أن يشكل حركة اعتراضية تحظى برقم مقبول من النواب وأنا أعتقد أنه لن يتجاوز 34 أو 33 نائبا بعد الفاصل المواقف الغربية والحديث عن موفد صعودي قريبا إلى لبنان ماذا يعني هذا الأمر؟ بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر